السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه يا رب تقولوا بخير وافضل حلاني من ان شاء الله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى قيلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا النهار دا ان شاء الله ازاي احنا شايفين كده هنعمل الاندومي جميل جدا شايفين شايفين القوان بتاعه شايفين حتى لون الشرب بتاعته جميل جدا وصحي طبعا كلنا عارفين قدر الاندومي وولادنا يعني بيحبوك طريقة صعبة جدا جدا ما تقدرش يعني تتحكم في ولادك وتبعيديهم عنه لأ ان شاء الله لو عملت الوصفة دي تحيحبوها جدا جدا مش هقول لك بقى مش هيفرقها عجاز لأ هيحبوها وهيطلبها منك على طول يعني انسي بقى الاندومي اللي هتجيبه من بقى شايفين ما شاء الله شرب اللون هفتح وجميل معايا ورايقة خالص مش تقيلة بقى ولها كسافة كده جميلة جدا جدا شايفين تحفظ جد يعني اندومي اندومي مش اي كلام مش هالله سهل جدا صحي بسيط عايز اقول لك موفر كمان يعني بتعملك الميئات كده بما فيش لايك بقى و تابع الفيديو اول حاجة عندي هنعمل الاندومي بتاعنا بمقارنة لسبا كده اللي هقول لكم بقى لد ايه ولا نعجن ولا نعمل لا دي اريح كتير كتير والنتيجة واو ان شاء الله تعجبكم اهم حاجة بس في المقارنة بتاعتي تبقى رفع بتاعها بتتكسر بسهول رفع جدا 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 يعني انت لو هتجبها سيبها تقولولو نعيز ارفع حاجة ولو اللي هي في كياس حتنقيها رفع جدا 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 خلاص البهرات اللي عندي عندي كاري وعندي بصل بودر وعندي طوم بودر وعندي ملح وعندي قرنفل وعندي ورقة من اللورة وعندي بابريكا وعندي بلفل اسود وعندي كركم والمرأة اللي كنا عملينها سوا مع بعض عملنا المرأة الدجاج مع بعض خلاص ان شاء الله المقادر بالزبط في صندوق الوصف على حسب كمية المقارنة لا تحط البهرات انا هنا استخدمت من البصل البودر والطوم البودر والكاري والملح معلقة والبابريكا والفلفل الاسود والقركم ربع معلقة صغيرة انا مش عايز اقتر البابريكا عشان ايه شربة بتاعتي حمرة ومش عايز اقتر القركم ومش عايز اقتر القركم خلاص يعني معادلة كده ربع صغيرة من دي وربع صغيرة وربع معلقة صغيرة فلفل الاسود والباقي معلقة 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 ان شاء الله المقادر بالزبط في صندوق الوصف الميا بتاعتي بتغلي اهم حاجة تكون بتغلي كده ما فهاش غري ملح بس معلقتين كبيرة من الملح زي ما احنا شايفين محطت بس معلقة كبيرة من الزيت الميا تغلي معانا هنا انا مش مطالب ان انا سويها يا جماعة انا يعني غلوة بس غلوة مش اقطة تبليه الغلوة دي هقولك عشان المادة النشوية بتاعتي متنزلش في الشربة الاندوم اللي انا هاشرابها فتبقى سمك تقيل كده وطعمها مش حالة فدي زي ما يكون ايه شاطفة كده تمام زي ما انت شفتوا معايا المكرونة بتتكسر لسه بيده من جور يعني مستودش خالص انا كده صفيت المكرونة بتاعتي وشاطفتها كويس جدا جدا بالمية السقعة مية حنفية عادية او منكر مية تلاجة اهم حاجة تشطفية الشاطفة تي عشان ما تكملش عملية سو تمام عندي بقى مية بتغلي هنا ضفت التوابل بتاعتي اللي احنا شفناها مع بعض ان شاء الله ما قدر سندول وصف شايفين المكرونة بتاعتي واحدة من واحدة نشف أصلا يا شايفين جميلة جدا جدا ضفت التوابل بتاعتي طبعا هتزبط ملحك انا عامل يا جماعة المكرونة كيلو مكرونة اسباكتي كيلو المكرونة اسباكتي هياخد معي لترين من المية تمام لو هتعميلي النص كيلو مكرونة اسباكتي ياخد لتر واحد مية ان شاء الله المقدر سندول وصف شايفين بقى الجمال اندومي اندومي مش عايز كلم والله العظيم تمام وتحفه جميل جدا جدا انا عايز اقولك ولادي بيطلبها على طول والطلب مني فحبيت اعيد تصوير انا عاملها قبل كده بس حبيت اعيد تصوير في المرأة اللي احنا عاملنا بجد تداته طعم جميل جدا جدا تحفه شايفين تحفه بجد ان شاء الله مش هتعرفه لما تجربي ولما تجربي هيحبوك جدا هيعشاؤه وصحي طبعا موفر جدا جدا لو فيديونا هده عجبكم متنسينيش فالعجيك اشتركوا في القليل استودعكم والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركه اشتركوا في القناة